نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعليات توزيع وجبات ساخنة على 200 أسر من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة 50 من متطوع التحالف يأتي ذلك تماشياً مع جهود التحالف الوطني وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأثر الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لتخفيف العبئ عليهم مستمرين إلى الآن الكلام ده شغال معنا بقاله سنة مستمرة في تقديم الوجبات السخنة كل أسبوع يوم 3 بنطلع المتين وجبة ده بالإضافة للنشاطات الأخرى للجمعية كنشاطات الأدوية الملابس، الكشف الصحي، التحاليل، الكشوف الطبية المراكز الطبية المتعقدين معها اللي بنبعث لها الحالات المحتاجة تجهيزات العرائس، الأسقف، وصلات المية بصراحة عندنا مجموعة النشاطات الحمد لله بنفخر بها كلنا أنها بحجمها كميات كبيرة جدا والحمد لله عندنا عدد من الحالات يفوق 1200 حالة داخل الجمعية مستمرين في عامل خيرية الخاصة بجمعات رسالة بنسعى كل يوم 3 لعمل إطعام وتقديم وجبات لأهل المدينة السماعيلية تصل عدد وجبات ل200 وجبة بنقوم نفسنا لتوصيل وجبات إلى أهل كل بيت